بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تلاميذ الأعزاء الساتذات الكرام إن شاء الله كام تكونوا بخير إن شاء الله كام تكونوا على خير اليوم سوف ندخل إلى حصة رقم 20 من سلسلة الحصة القصيرة المذهلة في مادة الهندس الكهربائية في هذه الحصة سوف نتطرق إلى مؤجلة تماثلية باستخدام ثناء زينر ومقحة ليعمل في حالة التبديل تلاميذ الأعزاء هذه الحصة خاصة بالمؤجلات في الحصة الماضية درسنا مؤجلة بمقارن تماثلي واليوم سوف تكون آخر حصة بنسبة المؤجلات والتي مؤجلة بثناء زينر ومقحة ليعمل في حالة التبديل شعارنا الهندس الكهربائية مجانية للجميع وبإذن الله سوف تصبح أبسط من بساطة بسيط موسيقى تلاميذ الأعزاء هذا الفيديو قسمته لكم إلى أربع أقسام أساسيا في القسم الأول سوف نترق إلى مثال ثلاث أبعاد متحرك كما تلاحظون قارب ورقي وصنبور والمياه إلى آخر ما هو الهدف من هذا المثال الهدف من هذا المثال هو الفهم السريع لهذه المؤجلة وبإذن الله كوشي واللي سهلاحي واللي بسبوسة أما في القسم الثاني سوف أعلمكم كيفية استخراج عبارة زمن تأجيل واستخراج مختلفة المجهل أما في الجزء الثالث سوف أجيبكم على وظائف كل عناصر الإلكترونية والكهربائية مثلا موظيفة ثنائة الديود موظيفة مقاومة R موظيفة مقاومة P إلى آخر أما في القسم الرابع سوف أعلمكم كيفية إكمال مخططات زمنية لهذه المؤجلة هيا تلاميذ الأعزاء نبدأ بقسم رقم واحد كما تلاحظون تلاميذ الأعزاء في القسم الرقم واحد لدينا هذا الشكل هذا الشكل يحتوي على الصنبور موظيفة الصنبور هو تزويد الخزان بالماء ولدينا هذا الخزان هذا الخزان ماذا يحتوي؟ يحتوي على حاجز الأول فوق الحاجز الأول يوجد حاجز الثاني فوق الحاجز الثاني يوجد قارب الورقي السؤال مطروح متى يتحرك القارب الورقي؟ إذا أجبت بكل بساطة بإذن الله سوف تفهم الدرس بكل بساطة إذا سؤال متى يتحرك القارب؟ هيا ركزوا معي مليح ونمشي وهذا الفيديو ثلاثي الأبعاد كما تلاحظون الآن عند فتح الصنبور رأني في عملة الملء ما الذي يحدث؟ يرتفع المنسوب المية إلى غاية وصول إلى الحاجز الأول ثم ماذا يحدث؟ ينتقل إلى الحاجز الثاني ركزوا معي ارتفاع المنسوب المية إلى الحاجز الثاني وعند وصول الحاجز الثاني ما الذي يحدث؟ يتحرك القارب الورقي لو أسألكم السؤال وأقول لكم متى يتحرك القارب الورقي؟ الإجابة سوف تكون بسيطة سوف تجيبونني يتحرك القارب الورقي عندما يصل المنسوب المية إلى الحاجز الأول مع الحاجز الثاني وبالتالي الماء يحرك القارب الورقي إذن ما هو زمن تأجيل لتحرك هذا القارب؟ هو زمن اللازم لملء الخزان ووصول الماء إلى الحاجز الأول زائد الحاجز الثاني هذه العبارة نحتاجها في الدرس التعامل هيا جمع هذه العبارة ونطبقها على مثالة مؤجلة تماثلة باستخدام خلية RCE باستخدام ثونية إيزينير والميك حالي يعمل في حالات التبديل ركزوا معي إذن التلاميذ الأعزاء حنا نشرحوا هذه الدارة ونشوفوا تشتشابهات ما بين مثال أول ومثال الثاني نبدأ أول حاجة بمصدر توتر اللي هو VCC يسوي 12 فوت في هذا المثال الثلاثي الأبعد لما يشبه يشبه لهذا الصنبور إذن مش نقولوا في هذه الحالة صنبور يعمل عمل دور المولي واش واضحة هنا الصنبور تزويد الخزان بالماء مثل ومثل مصدر توتر VCC ليوزود الدارة كهربائية البطية كهربائي والتوتر أما بالنسبة للمكثبة واش وظيفتها في التركيب وظيفتها الشحنه والتفرق لمن ثبات تشبه الخزان هذا الخزان نقدر نمله ونقدر نفرغه إذا مش نكتبوا هذا الارتفاع يمثل خزان واش يمثل فهذا الدارة كهربائية يمثل المكثفة المكثبة يشارن شحنه شحنه بالتوتر ويرحننشحونات الخزان بنشحنه إذن ارتفاع الماء هذا المتغير لما يشبه يشبه الارتفاع التوتر المتغير في حالة الشحن نحن نشحن الخلسة يروحوا لي بعدها ثنائي الزينة اللي توتر تعويش سوي 5.1 ثنائي الزين هنا وش هو عبارة عن ثنائية في الاستقطاب العكسي وعلى باكم من قبل ثنائي الزينة في الاستقطاب العكسي مرر تيار مش كما الثنائي الديوت بكتهي مرر تيار لما طبق عليه توتر فيزياد وش يسوي 5.1 لازم تشوفوا ثلاثة أرقام الأخيرة وش هو إذا كان توتر أقل من 5.1 مايمرirim إذا كان توتر أكبر من 5.1فولت فوم حلم يمرر إذا الجمعاء عرفكم عوالي منح وان تنتعي الزينة ثنائي الزينة يمرر تيار في الاستقطاب العكسي لما توتر مطبق عليه يفوت 5.1 فولت كما كم تلاحظوا اهنا اذا ولا خلال نقول عليه باهم ممرر إذا ثنائي الزينة وهنا وش يمثل لرجما يمثل الحاجز الأول إذا الحاجز الأول هذا وسي كان يمثل إيمثل ثنائي الزينة وش هو الحاجز الأول هو توتره 5.1 معنا الثنائيز لنا ما يمتلونه حتى التوتر بين الطرفين المكثفة يفوت 5.1 فوض والثنائيز لنا ما يغذيه هذه الدارة ما يغذيه تغذيهم المكثفة بس كمها مربوطين بنقطة المكثفة إذن ما نقوله الثنائيز لنا ما يمثل الحاجز الأول أما المقحل هذا اللي يتحكم في الواشعة المقحل ما يكون قاطعة مغلقة لازم تعطيله توتر عتب VPU يسأل 0.7 فوض لو كانت تعطيله توتر أقل من 0.7 فوض يكون ممنوع ويفتح دارات الواشعة والواشعة تكون غير مغذية إذن وش راكم تلاحظوا أن المقحل بها مرة لازم تبدله توتر قدره 0.7 فوض سينه مرة شرطية للواشعة إذن ما نقوله الحاجز الثاني ماذا يمثل الحاجز الصغير يمثل توتر العتبة للمقحل واللي يسأل 0.7 فوض أما آخر حاجز هو الملمس اللي حيبدل حالتها ومتى يتحرك الملمس عندما تترمانط الواشعة والملمس النوش يمثل يمثل قارب الورقي إذن قارب الورقي يمثل يمثل الملمس تلميذي الأعزاء أرواح لكم السيميلاسي ونشوفوا نلاحظوا بهذه تجربة الكهربائية تشبه هذه تجربة ثلاثية الأبعاد إذن نركزهم معي إذن في الحالة الابتدائية المكثفة توتر قدره يساوي يساوي 0 فوض إذن نكتب هنا تساوي 0 فوض لماذا لأن الملمس راه في حالة طراحة موج مربوط بالمصدر التوتر إذن نحن المكثفة يجب أن نعكس حالة الملمس قبل أن نعكس حالة الملمس هذه النقطة هذه المكثفة يتغذي لي هذه الدارة بما أنه توتر بين طرفي المكثفة يساوي 0 فوض إذن ثوني إذن يوصله 0 فوض وبالتالي مقحل يوصله 0 فوض ومقحل هذا يمثل يجب أن تبدله 0.7 فوض بما أنه مقحل أعطيت له 0 فوض يعتبر قاطعة مفتوحة من بي ويفتح دارة الواشعة الواشعة غير مغذات والملمس هذا يبقى في حالة راحة وإكس 13 تساوي صفر منطقي ولا تساوي 0 فول كنحكوه بالمنطق إذن تعليمي ذي الأعزاء بان نشحن المكثفة واش لازم نديره لازم نعكسه الملمس هذا الملمس لازم يروح الوضعية 2 واش يصيره نرابطه المصدر التوتر بواش بالمقاومة P والR والمكثفة إذن نرابطه لهذا الملمس إذن وش حيصيره في هذه الحالة إذن بما أنه مكثفة مرابطة بالVCC وش حيصير المكثفة عبر مصدر التوتر 12 فول إذن تيار يمشي بهذا الشكل والتوتر هذا وش يصيره يبدأ يزيد تدرجيا إذن يولي 1 فول كي يولي 1 فول هنا ثوني إزانه وش يولي 1 فول وثوني إزانه ما يمرش المقحل وكتهي مره المقحل لازم توتر بين الطرفين ثوني إزانه يفوت 5.1 فول إذن وش بعدها يولي 2 فول 2 فول هذا يبقى 0 3 فول 3 فول 4 فول 5 فول 5.1 فول 5.1 فول هنا تلميذي الأعزاء توتر بين الطرفين المكثفة وصل توتر ثوني إزانه اللي هو 5 فول فاصل 1 هنا ثوني إزانه حي مره تيار للمقحل حي يغذيه بتوتر إذن في هذه الحالة 5.1 فول بعدك يوصل 5.2 ثوني إزانه وش يدي يدي 5.1 فول وهذيك 0.1 فول لما نطروه تروح المقحل المقحل اللي وصلته 0.1 فول ما يمرش المقحل وكتهي واللي مشبه لازم تطبق بين اللاباس والإيميتر توتر قدره 0.7 فول كي نحن ملاحظة فيبيو مش يدي ما تساوي 0.7 فول هذه فيبيو وجبتها من الموثائق صانع وش معنى تكيمد لك هذه المؤجرة دي ما قرأ وثائق صانع قال فيبيو تكون 0.3 فول قال تكون 0.4 فول قال تكون 0.7 فول إذا وش لازم تدير شوف الاسم المقحل وشوف الوثائق صانع ودرس فيبيو قدرها تساوي مش يدي ما تساوي 0.7 فول وتحفظها أوكي هيا نكمله إذا نكتبه يوصل 0.7 فول لازم نوصل المكثيفة إلى قيمة قدرها 5.8 فول ركزوا معايا 5.3 ولا 0.2 5.4 ولا 0.3 5.5 5.6 5.7 كنا نوصل 5.8 فول ثم نعيزين يدي 5.1 فول و 0.7 تبقى لما تروح تروح المقحل والمقحة يتمدل وتوتر على تباصل 0.7 فول ماذا يصبح يصبح مشبه قاطعة مغلقة وبالتالي تغلق القاطعة ما بين كوليكتور وهذه دارة الوشعة مغلقة وبالتالي يتير يمشي بهذا الشكل يمر عبر الوشعة ويروح جيانتي والوشعة يتغذي وشح تمدل لك حق المغناطيسي هذا الحق المغناطيسي راح يعكس حالة التماس وكي يعكس حالة التماس هذي كانت 0 فول تولي تولي VCC تولي 24 فول سؤال مطرح متى يغلق هذا الملمس عند تمغنط الوشعة متى تمغنط الوشعة عندما يصبح المقحة المشبه متى يصبح المقحة المشبه عندما يصل توطر مكثفة الى قيمة 5.8 فول وهذه قيمة 5.8 فول وش هي هي مجموعة توطر بين الطرفي ثوني زينة زينة توطر العتبة بين طرفي المقحة وهذه شفنا في هذا المثال متى يتحرك القارب عندما يرتفع المنسوب المياه الى حاجز الاول زينة الحاجز الثاني متى يصبح الوشعة ممغنطة والمسمغلة عندما يصل توطر مكثفة الى الحاجز الاول هو ثوني زينة 5.1 فول والحاجز الثاني هو توطر عتبة المقحة صفة 7 فول اذا اجمع هاروح نكتب قانون العروات زين تأكدو اذا متى يصبح المقحة المشبع لما يصبح توطر بين الطرفي المكثفة هذا وش يساوي يساوي توطر ثوني زينة زين فيبيو وهذه من جبنها من قانون العروات اذا نقص فيزينة نقص فيبيو كنا نقل الطرف الثاني اذا وش يساوي يساوي توطر ثنائي زين زين فيبيو وهنا نكتب اذا متى ينتهي الزمن التأجيل عندما يصل توطر بين طرفي المكثفة الى توطر انهيار ثنائي زين زين توطر العتبة بين طرفي الصانع على هذه التلاميذ الاعزاء كمدلك مؤجلة تمثلية دي ما اقرأ وثائق صانع وشوف فيبيو المقحل وشوف وثائق صانع ثنائي زين هيا تلاميذ الاعزاء نكتب مع بعض اذا هذا التركيب يمثل مؤجلة زمن تأجيل وشه هو زمن لازم لشحن المكثفة من صيف الى توطر مرجع وشه توطر مرجع اللي يتبدل في التركيب هو توطر فيز زيد توطر عتبة للميق بشرط عند الاظن غلق الملمس يبدأ زمن تأجيل وكتهي زمن تأجيل لما يصل توطر المكثفة بز ز ز و وهذه نحتاج ها بز في القسم رقم 2 ان شاء الله وصلتكم فكرة عيات تلاميذ الاعزاء وروحوا القسم رقم 2 القسم 2 كيف تركيب هذا كيف التعامل معه لازم تكون عندك استراتيجية لازم تكون نظم في الفكرة تركيب ثاني حاجة استخرج عبارة تركيب اذا كان عبارة تركيب مدلة مؤجلة نخرج عبارة زمن تأجيل اذا كان تركيبي مثلا توليد اشهارة الساعة نخرج عبارة دور ت الى آخر ثلاثة بعد ما تخرج عبارة تركيب يستخرج عبارة المجهول المعطا من طرف السائل مثلا يقول احسب R واخر حاجة اجمع خمو فيها تطبيق العددي ورح نعوض كل المقادير بوحدات دولية عالمية والقيمة اللي ستخرج لي في المجهول ستخرج لي وحدة دولية هيا اجمع نطبقو ربعة خطوات هذا اول خطوة نشوف هذا التركيب ووظيفة بما انه هذا تركيب فيه ملمس تحكم فيه الوشعة وكائنا المكاثفة سي وان تلقوا ما ستحكم فيه وشعة أو تلقوا مكاثفة سي هذه نسميها مؤجلة اذا موظف هذا التركيب هو مؤجلة باستخدام خالية تماثلية باستخدام ثنائي زينان والمقحل يعمل في حالة التبديل اذا نكتب هنا مؤجلة تماثلية باستخدام خالية سي باستخدام مع بعض زيما تأجل ماذا يساوي قانون تحب سي يساوي مقاومة المكافأ اثناء الشحن فقط كما شتوف التركيب وش ركزنا على الشحن فقط اذا وش قلنا قلنا وكتاه يغلق هذا التامس لما تماغناط الوشعة وكتاه تغلق المغناط الوشعة لما مقحل يعمل في حالة التبديل لما تشحن المكثفة ويصل التوترها الى VZ ZV ومعانت زمن تأجيل هو زمن شحن المكثفة ووصل الى توتر مرجع اذا زمن تأجيل ماذا يساوي يساوي المقاومة المكافأ اثناء الشحن فقط ركز معي فقط هذه المقاومة المكافأ اثناء الشحن فقط استاذ كيف نجيبها طريقة بسيطة جدا اتابع مسار طيام من VCC الى مكثفة C ارسم خط من VCC ومشي حتى نتوصل لبوس المكثف هذا الخط المساعد يمر على هذه المقاومة الداخلين في مقاومة شحن اذا كانوا على تسلسل اجمعهم اذا كانوا على تفرج جداهم على مجموعهم الكل في ماذا الكل في ساعة المكثفة المسؤولة عن تسوي الان في توتر التغذية على ماذا على توتر التغذية ناقص توتر المرجعي وش هو توتر المرجعي شف نهج مع هو توتر اللي تصل المكثفة VZNZVBO متى ينتهي زمن تأجيل لما يصل توتر المكثفة الى VZNZVBO هذا هو توتر المرجعي من بعدها تلميذ العازي عوض هذا القانون هاي يساوي المقاومة المكافهة اثناء الشحن فقط هاي رح نرسم وش الدير هاي 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 نجيب قلب مساعد وابدأ ارصم من VCC حتى توصل لبوس المكثفة هذا الخط المساعد الأصفر مر على مقاومة P وعلى R وشلقها مقاومة على التسلسل إذا المقاومة المكافهة ماذا تساوي تساوي مجموعهما إذا المقاومة المكافهة ماذا تساوي تساوي P زايد R الكل في ماذا في سعة المكثفة هنا لدي المكثفة اللي هي C نكتب الكل في C الكل في ماذا الكل في L التوتر التغذية قد عطينا VCC 12 فرط وش نكتب هنا VCC على ماذا على توتر تغذية VCC الكل ناقص مكثفة ويبدأ يمشي حتى يوصل GND كما تلاحظوا هذا الخط المساعد مر على ثنائي زينر ومر على VBU إذن توتر كل يو يساوي VZ زايد VBU إذن ولا نقدر نعبرها نعوضها VC ونخرجها بقانون العروات إذن VC ورحوا هذه العروة نرسمها إذن هذا توتر بين طرفي المكثفة وهذا يكون عكس الطيار VZ وهذا عكس VBU ونضر العروة هذه وهذه العروة الدور إذن توتر بين الطرف المكثفة ماذا يساوي VZ زايد VBU إذن زمن تأجيل تلميذ الأعزام ماذا يساوي PZ R في C في L في VCC على VCC ناقص توتر بين الطرف المكثفة ويساوي ناقص VZ ZVB وما بين قوص عين هذا هي عبارة زمن تأجيل تأجيل كل شيء يسهل من بعد هش يبزينا خطوة رقم ثلاثة في الاستراتيجية ويستخرج عبارة المجهول ويطلب منك في السؤال هاي جمعنا بدأوا نجاوب ونكتب مع بعض استخرج عبارة المجهول ويش هي العبارة المجهول مثلا الارب واحدة دوالية سيب واحدة دوالية VZ عوض 12 24 على حسب وش مد هلك وثائق صان VZ شوف الوثائق صان وفي بيو شوف وثائق الصان هذا الاحتمال احتمال ثاني قاد يقول لك احسب اقل قيمة لزمن تأجيل بما انه تركيب تاعي في مقاومة متغيرة معنا نقدر نضبط زيادة مقاومة P ونقص في زمن تأجيل عن طريق تقليف المقاومة P يقول لك احسب لأقل قيمة لزمن تأجيل اذا هنا P عوض ها P minimum اذا مش تقول T minimum P minimum Z R في هذه P عوض ها بأقل قيمة ونرى المجال ضبط المقاومة تجد اقل قيمة هي الصفة كيلو اوم هذي عوضها بالصفة قاد يجيك سؤال اخر وشيقول لك احسب اكبر قيمة زمن تأجيل اذا تكتب له T ماكس وشي سي وشي تعوض ها وتعوض ها P ماكس وروح شوف المجال الضبط عن المقاومة المتغير مثلا قيت 50 كيلو اوم عوض 50 كيلو اوم 100 كيلو عوض 100 كيلو اوم على حسب وثائق الصانع المقاومة المتغيرة كين احتمال اخر بما انه كان مقاومة متغيرة بيوش يقول لك سؤال يقول لك اوجد مجال الضبط الزمن تأجيل اذا في هذه الحالة وشي تدير احسب تيم مينيمو وحسب تيم ماكس والمجال الضبط تيم احصر كيف احصر يكون اكبر تماما تيم مينيمو وقال تماما تيم اوض بقيمتها وتي ماكس عوض بقيمتها والله اخدم مجال مجالات مغلقة اذا مجال مغلقة على تيم مينيمو ومبعد تدير الفواصيل ومبعد تيم ماكس وغلق المجال سؤال اخر احصر سعة المكثفة سي اذا كما كنت تلاحظ المكثفة سي مضربة في الز ومبعد تطبيق هذا سؤال اخر يقول احصب المقامة المتغيرة موجودة مع الر مبعد قوس اذا كان طلب بغلطه اذا اخرج القوس اما الوليد اذا تقول تقل 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 هذا سي المكثفة ومبعد مبعد مبعد قوس اذا اقول الطرف الثاني تولي تولي ناقص اي اولي ما ما بين قوسين هذو كامل الكل ناقص ار على هذي كان طلب يغطن في الحساب هذا هو السبب لازم الاولوية تجمع تعرف الاولية انقل اقواص هما الولين تكمل الاقواص انقل زيد ار انقل هذو كامل تولي ناقص ار تولي كل ما بين قوسين ناقص ار قاد يجيك سؤال واحد اخر مثلا احصب المقاومة ار كيف 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 المقاومة ار ما بين قوسين خرج القاس وصين ب زيد ار كيف خرج هذو بعدها ننقل هذو الطرف ثاني وشتولي ما بين قوسين هذو كامل ناقص ب من بعد تلميذ الاعزاج اخر خطوة تطبيق العدد لازم اخر حاجة نخم فيها تطبيق العدد بس كيف تطبيق العدد لازم تطبيق العدد لازم تطبيق العدد اذا تطبيق العدد لازم نعوض بوحدة الدولية مثلا يقول احسب زمان تأجيل تي بي لازم تعوضها بالاوم اذا اعطى لك كيلو اوم اضربها في عشرة قوة ثلاثة اذا اعطى لك بالاوم خليها كما راه مثلا سي اذا راه اضربها في عشرة قوة ناقص 6 اذا اعطاها لك نانو فارد اضربها في عشرة قوة ناقص 6 الوي سي عوضها بالفولت المكثفة عوضها بالفولت الى آخير بما انه كيم العوض بوحدة الدولية هل يخرج لك بوحدة الدولية الخروج لك الثانية وهنا كمان الجزء الثاني في هذا الفيديو. هيا تلميذي الاعزاء. روحوا لقسم رقم ثلاثة. كمان كنت تلاحظوا قسم رقم ثلاثة وظائف العناصر الكهرابي والالكتروني. قاد يجيك اسئلة يقول لك ما وظيفة مقاومة بي ما وظيفة الار الى الى اخري. هيا تلميذي الاعزاء نبدأ. اول سؤال واش يقول لك قاد يقول لك ما وظيفة الملمس اكس اثناش. هذا اكس اثناش وثلاثة واربعتاش اجماعة تقراهم في الوحدة رقم اثنين. هذه هي رقم الاحد نسميها مرحلة رقم اثنين. العشرات هي رقم الاشغولة. اذا ماذا نقول هذه. مرحلة اثنين من الاشغولة واحد. وش وظيفة هذا الملمس. هذا وظيفة الملمس كي يتبدل يشحن المكثفة. وشحن المكثفة هو نفسه زمن التأجيل. اذا اكس اثناش وش وظيفته اذن بالزمن التأجيل. روحوا للمقاومة المتغيرة بي. وان تلك مقاومة متغيرة في تركيب كهربائية. اذا مقاومة وش وظيفة الضبط او التعديل. كما راكم هنا. وش وظيفة هذا التركيب. عبارة عن مؤجلة. بما انه كان مقاومة متغيرة اذا بي. وش وظيفتها. وظيفتها الضبط زمن تأجيل. كل ما تزيد بي يزيد زمن تأجيل. كل ما ينقص البي ينقص زمن تأجيل. تعوض بي بالصفر. تخرج لي زمن تأجيل الصغير. تعوض لي بي بخمسين كيلو اوم تخرج لي اكبر قيمة زمن تأجيل. وقد يجي كل سؤال يقول لك استخرج جال الضبط زمن تأجيل. كيف تخرجه؟ احسب زمن تأجيل لما بي تسوي الصفر. وحسب زمن تأجيل لما بي تسوي الخمسين. وخرج له تيري قلاش. لبعدها. المقاومة ثابتة. تلاميذي الاعزاء كي يمدلك مقاومة متغيرة ويدل تحت مقاومة ثابتة. هذه المقاومة ثابتة وش وظيفتها ديما وظيفة للتحديد اقل قيمة. تخيلوا لو كان مكاش هذه المقاومة. تخيلوا مكاش. البي تسوي الصفر. زمن تأجيل يهبط للصفر الثانية. بصعر لو كان نحب نخدم التركيب. نخلي زمن تأجيل ما يهبط للصفر الثانية وش نزيد نزيد مقاومة ثابتة على تنسلسل مع مقاومة بي. إذن هذه المقاومة ثابتة وش وظيفتها؟ تحديد اقل قيمة لزمن تأجيل. لو كان جاء تركيب مجمعة توليد اشارة الساعة. وكان مقاومة متغيرة وكان الار. وشنون نقول تحديد اقل قيمة للدورة تي. اوكي. رحوا لي بعدها المكاثفة وش وظيفتها الشحن والتفريغ. رحوا لي بعدها ديوت دي اثنين جاي على التوازي معه بي والار معناتها يقصرهم. مي سؤال وقته يقصرهم اسكوا يقصرهم في الشحن ولا التفريغ. إذن في الشحن هيكون استقطاب العكس. ما عندهش علاقة في الشحن. مي وش يدير يقصرهم في التفريغ. سؤال ما طبع له زادوا ديوت دي اثنين. هنا المكاثفة مع شحن التاحة هو زمن تأجين. مي تفريغ تاحة مي همنيش. على هذي ديرو تفريغ الآن سريعي. سرعو زمن التفريغ. اذا زمن تفريغ انا وش يسوي الصفر ثانية. اذا هذا ديوت ديرو بي سرعو تفريغ المكاثفة زيني. لانه زمن تفريغ ما عندي بيه حتى فايدة. انا وش نحتاج زمن شحن هو زمن التأجين. اللي بعدها المقحة هذا المقحة هذا يتحكم في الوشعة. اي مقحة يتحكم في الوشعة يعمل في حالة التبليه. يكون مقحة مشبه ولا مانع. وظيفة تحكم في تأذية الوشعة ولا مغناطة الوشعة. رحوا لي بعدها ديوت واحد واللي نسميه العجلة الحرة. وان تلقى مقحة له معها الوشعة لازم تزيد العجلة حرة بين طرفي الوشعة على التوازيف الاستقطاب العكسي. اذا هذا ديوت شو وظيفته. وظيفته حماية المقحة من الوشعة. اللي بعدها وشعة زيد الملمش يسميها مرحل كهرومغناطيسي. المرحل كهرومغناطيسي. وظيفته جمعة. وظيفته عزل دارة التحكم. هذه دارة التحكم على دارة الاستطاع. كما هذه X13 ممكن تكون مربوطة محرك. ممكن مربوطة برافعة الى اخر. هذه يسميها دارة الاستطاع. هذه الدارة نسميها دارة التحكم. وهذه الدارة نسميها دارة الاستطاع. نورمال مزيد تكون محرك باتة فموة ميالاغال بنسيتها. وهنا تلاميذي الاعزاء كمنا قسم رقم ثلاثة ونروح القسم رقم ربعة ونتعلموا كفاة نكملوا المخططات زمنية المؤجلة تماثلية. كما كم تلاحظوا هنا يا وش اعطينا اعطينا المخطط الزمني اللي فيه X12 وعرفنا وش وظيفتها اذن بالتأجيل فيها صفر واحد. كما هنا صفر ما كاش باذن تأجيل. نهال يتولي واحد منطقي هنا كين اذن بالتأجيل. والمخطط الثاني وش اعطينا توطر بين الطرفي المكثفة. والمكثفة وش نحتاجه ونحتاجه لزمن الشحن تاحة فقط. واللي ودالة اسية متازيل. واكس وضعية اتراحة. توطر بين الطرفي المكثفة يساوي زيرو فولت. الثني يزين ما يوصلوا الش توطر بس كو تغضيه المكثفة زيرو فولت. وهنا المقحة لي وصلو زيرو فولت. من بعدها وش نقولهم مقحة المانع. وبالتالي وش يعيها غير مغذات. والملمس يبقى مفتوه في حالة راحة. اذا X13 يساوي يساوي زيرو فولت. اذا في هذه الحالة وش نقولوه ونقلوا توتر مكثفة مصدر توتر تساوي 0 فولت و X14 كذلك يساوي 0 فولت من بعدها عندها تنشيط محل X12 هذا الملمسي تعكس وبالتالي هنا المكثفة ستشحن ستشحن عبر مصدر توتر VCC بهذا الشكل إذن في هذه الحالة المكثفة ستكون تساوي 0 فولت وبعدها المكثفة تشحن 1 فولت 2 فولت 3 4 5 5.1 5.2 5.3 إلى غاية توتر المكثفة يصل إلى VZVBU 5.8 فولت كي يوصل توتر مكثفة إلى 5.8 فولت وهو توتر مزعي وبالتالي المقحل تطبق عليه توتر 10.7 فولت يصبح مشبه وبالتالي يصبح قاطعة مغلقة وبالتالي تتمغنط الوشعة الوشعة تبدي حق المغناطسي إنما المسي تعكس و X13 يساوي V6 ولا يساوي 1 منطقي إذن وش نقول في هذه الحالة عندما يصبح X12 يساوي 1 منطقي وش يصبح المكثفة تشحن 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 و X13 يساوي 0 فولت وقتها X13 يساوي 1 منطقي لما توتر مكثفة يصل إلى توتر مرجع وتوتر مرجع هذا وش يلقينا VZVBU كي توصل هذه النقطة وش يساوي X13 يساوي 1 منطقي إذا نكتب هنا هذي نقاط الأساسية لازم نكتبوهم في هذه المخاططة الزمنية إذا النقطة هذه وش نسميها لحظة عكس X12 يساوي 1 منطقي هي إذن بالتأجيل إذا هذه النقطة وش نسميها إذن بالتأجيل على هذه X13 سسميها إذن بالتأجيل وهذه النقطة الأخيرة وش نسميها نهاية زمن التأجيل وإذا نسميها X13 يساوي 1 منطقي وهذا المجال اللي هم موجود هنا يعني المجال شحن المكثفة وش هو قيمة زمن التأجيل وهنا تلميذ الأعزاء كمنا حصة رقم 20 وكمنا سلسلة الفيديوهات الخاصة بالمؤجلات جميعا وما أبقى عليه أن يقول لكم غير سلام موسيقى 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 اشتركوا في القناة